السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم متبعيني كرام تابعي قناة من الاخر الخلاصة ترتيب فرق الدور العراقي الترتيب الهدفين نتائج مباريات اليوم الاثنين تمانية اثنين الفين وواحد واشرين وبعتزر لجمهيار الدور العراقي على التأخير الان كنت تتفرج على المرات الاهلي والبايرنمين اختبع يعني متبعيني الكرام لو اول مرة تزلو في القناة انزل الشارك في القناة وبدأ اخترع الزر الاحمر اسفل الفيديو واكتبوا على الاشتراك واسبسكرايب اعمل لغاقي الفيديو فعل زر الجرس لسلوك كل جديد باستمرار بازن الله تعالى متبعيني الكرامكم محمد نور الدين النهاردة كان عندنا مباراتين في الدور العراقي الصناعات الكهربائية فاز على اربيل اثنين صفر والقوة الجوية يستمر في استدارة بالفوز على الميناء اثنين واحد خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدور العراقي ثم نتعرف على ترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم مع بداية الجولة السامنة عشر متابعين الكرام القوة الجوية حاليا متصدر الدور العراقي في مركز الاول بتمانية وتلاتين نقطة الزوراء في المركز الثاني باثنين وتلاتين نقطة ولسه ملعبش محدش لعب خلص غير القوة الجوية والفريد اللي لعبه اربيل والصناعات الكهربائية الزوراء في المركز الثاني باثنين وتلاتين نقطة الشرطة في مركز الثالث بثلاتين نقطة نفط الوسط في مركز الربع بتسعة وعشرين نقطة النجا في المركز الخامس بتسعة وعشرين نقطة زاخو في المركز السادس بسبعة وعشرين نقطة النفط في المركز السابع باربعة وعشرين نقطة نفط في المنسان في المركز السامن باربعة وعشرين نقطة الكارخ في المركز التاسع بواحد وعشرين نقطة بغداد في المركز العاشر بواحد وعشرين نقطة الكهرباء في المركز الحدي عشر بعشرين نقطة الميناء في المركز الثاني عشر اللي فاز عليه الكول جوية اليوم الميناء في مركز الثاني عشر بعشرين نقطة نفط الجنوب في المركز الثالث عشر أو نفط البصرة بعشرين نقطة أربيل في المركز الرابع عشر بتسعتاشر نقطة الديوانية في مركز الخامس عشر بتسعتاشر نقطة السماوة في مركز السادس عشر بستاشر نقطة القاسم في مركز السابع عشر بخمستاشر نقطة الحدود المركز الثامن عشر بخمستاشر نقطة الطلبة في مركز التسع عشر بخمستاشر نقطة وصناعات الكهربائية في مركز العشرين والأخير باربعتاشر نقطة خلنا نتعرف على ترتيب هداف الدور العراقي بعد مباريات اليوم في صدرة الهدفين اللاعب ايمان حسين لاعب الكوة الجوية في المركز الاول بالرصيد 14 هدف في المركز الثاني مهند عبد الرحيم كرار لاعب الزوراء بتسعة اهداف في المركز الثالث حسين يونس لاعب الميناء بثمانية اهداف مركز وسائل الرابع محمد ابراهيم لاعب الكهرباء بسبعة اهداف وفي مركز الخامس احمد عبد الرزق لاعب نفطي ميسان بستة اهداف واحمد لفتا كوني لعب النجف وجبار كريم اوجابر كريم لعب بغداد وموسى عدنان لعب النفط ومحمد داود لعب النفط وفي المركز السادس علاء عبد الزهر لاعب الزوراء بخمسة اهداف لو هنشوف ترتيب تاني هنلاقي في المركز الثالث بسبعة اهداف محمد ابراهيم لاعب الكهرباء حسين يونس لاعب الميناء دول بسبعة اهداف واحمد لفتا كوني لعب النجف وفي مركز راعب ستة أداف محمد داود لعب النفط موسى عدنان لعب النفط أحمد عبد الرزاق لعب نفط ميسان وعمر منصوري لعب نفط الوسط جبار كريم لعب أمان البغداد وعايزك بقى تقول لي أنهي واحد في ترتيب الهدفين هو اللي صح كان معكم محمد نور الدين من قناة الآخر اشتركوا في القناة افعر زر الجرس عملك الفيديو داركم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته